موسيقى مشاهدين اهلا بحضراتكم معانا مرة تانية في استوديو مساء الخير حيث شرفني وجود دكتور نزار سامي استشاري الابتكار وتكنولوجيا المعلومات للحديث حول التسوق الامن عبر منصات التجارة الالكترونية اهلا بيك يا دكتور اهلا بيك مساء الخير يا فنم نورنا الله يخليك مرسي مرسي دكتور نزار مسألة الشراء من المؤسسات الالكترونية يعني كان جزء من موضوع الشراء ان الواحد بيشوف هيئة المؤسسة شوف المبنى يشوف السكرتاريا يشوف انه بيتعامل مع شركة كبيرة الوقتي اصبح الموضوع مجرد صورة بتعدي على حضرتك وانت بتقاعد على الجهاز فاكيد فيه جزء من عدم السقة يعني ايه اللي خلى الشركات الكبيرة يعني انعبرة للقارات يعني ان هي تقدر تحط تحت بظلتها هذا العدد الرهيب من الافراد ومن الاموال ومن عمليات البيع والشراء بالرغم من ان الحتة دي مفتقدة انت بتعامل مع هوا في الاخر صحية اولا بشكر حضرتك على اصارة المداخلة الجميلة دي وخلينا ندي للسادة المشاهدين مدى تأثر التسوق الالكتروني او التجارة الالكترونية عامة في الفترة اللي فاتت يمكن شوفنا عن موضوع جائحة كورونا وانه فرضت النهاردة اسلوب جديد في التعامل والحصول على البيانات والمعلومات وبالتالي الانماط بتاعتها في الحصول على متطلباتها اختلفت وده شوفنا النهاردة في مدى اقبال العالم كله يمكن خلينا نتكلم على المصريين بصفة خاصة النهاردة بقى في زيادة مضطردة في استخدام الانترنت سواء كان الانترنت منزلي او عن طريق المحمول النهاردة متكلم على مصري في حوالي اكتر من 40 مليون مستخدم لشبكة الانترنت يمكن جهاز القوم التنظيم للصلاة كان طلع احصائيا من شهر 9 بيقول ان المصريين بيقضوا ساعة بيعملوا ايه في خلال هذه الساعة فكان من ضمن هذه الانشطة اللي بتعمل طبعا غير الانشطة التعليمية والمنصات التعلم الالكتروني كان دي اكبر نصيب من الانشطة انما كان من الانشطة الاخرى التسوق الالكتروني تقريبا بيعملوا اكتر من مليون زيارة لمواقع تسوق الالكتروني في الساعة سواء اشترو او ما اشتروش بالضبط يعني بيبصوا يعني بيبصوا بيتفردوا زي ما حراك قلت بقى كده انه فعلا دي بقت بتغري ناس كتيرة جدا ان هي عايزة بتعتمد على عدم وعي ومعرفة المستخدم ايوة بالاساسيات الخاصة بالتجارة الالكترونية او بالمواقع الالكترونية بالصفة العامة ففيه ناس بتحط حاجات خادعة فيه ناس بتحط حاجات للاحتيال والنصب على المستخدمين وبالتالي هو بيعتمد على جهل المتلقي او جهل الطالب هو اه شاف اه مثلا عايز اشتري مستلزمات ملابس او حاجة زي كده فبيروح ده يسألو ايه تعالى تخفيض مش عارف عامل ازاي فيبتدي يدخل على احد الروابط او احد اللينك فبيروح واخده بقى في سكة تانية يتم بينما ممكن يكون السعرها الاصلي زي مجهاز حماية المستهلك احيانا بينبه ولسه قريب عشان الجمعة البيضة والتخفيضات والحاجات دي انه ممكن يكون السعر الاصلي ارخص من السعر اللي هو بيشتري به موهوما بانه ده بعد التخفيض بالزبط بالزبط ما هو ده بقى ان الناس بقى زي ما احنا قلت انا احد في البيت بقى بمسك التابلت بتاعه او الموبايل او الكمبيوتر واعمالة قلب فيه وانا مش عارف ايه اللي بيصد في الدنيا فعشان كده بنقول للسادة المشاهدين ايه في الحالات اللي زي كده لو انت في حاجات النهاردة طبعا عند الظروف التباعد الاجتماعي والكسافات اللي بتبقى موجودة عندنا في الاسواق وغيرها لازم تتحرى انت داخل على الاني موقع بجد بتشتري من عنده يعني المواقع الاصلية الخاصة بالمنتجين نفسهم طيب بعد الوقت فيه كتير قوي بتبقى مجرد صفحات بالزبط صفحة يقولك اذا احتاجت واحدة زي دي صفرة او خضرة انا عندي بالسعر الفلان بالزبط فانت تروح واحيانا بيطلع فيه نصبه واحيانا بيبقى فيه يعني عايز اقول اعتداء كمان بدني يعني مثلا يبقى بيباعلك حاجة للابتوب مثلا فيتسرق منك اللابتوب عشان يقولك هنتقابل في الحتة الفلانية وسلمني 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 هو طبعا بيعمل ايه بقى؟ دلوقتي لو احنا بنتكلم على الصفحات دي موجودة على المواقع التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة لازم الشخص اللي بيقدم على اجراء عمليات الشراء اولا يعمل ريفيو يبص يشوف بقية الناس كانت بقية عن الموقع ده يبتدي يبص يشوف عدد الزائرين على هذا الموقع قد ايه وبالتالي حيقدر هو يستنتج من ان الكلام ده فعلا كلام منطقي او لا طيب وبعدين خلينا اقول لحراك حاجة مثلا يعني احنا في عندنا حتة مهم قوي مش عايزين الناس تنخدع بقصة ان انا بديلك تخفيض اكتر تمام لانه التخفيضات دي من المنتجين بيبقى ليها نسب يعني مش ممكن انا حدي لحضرتك تليفون اللي هو 28000 جنيه حديولك ب1000 جنيه او ب500 جنيه اكيد ده في حاجة مش مظبوطة ومش هدي لك التليفون ب500 جنيه حبيعولك ب1000 جنيه فبالتالي المشاهد او المتصفح عليه ودور واجب جير جدا التيقن من صحة هذا المصدر اللي بيدخل عليه تمام طيب بيجي زيفا اولا لو هو بيدخل على مثلا على صفحات التواصل الاجتماعي وبيقوله بقى اضغط هنا للوصول الى مش عارف ايه فيبتدي يلاقي نفسه دخل على مواقع مختلفة تمام اول ما يبتدي يلاقي ان هو بيطلب منه بيانات شخصية اه فيه حاجة مهمة جدا لازم يبص عليها يقرأ العنوان اللي طالع في الموقع من فوق شكله عامل ازاي عادة ان العنوان ده بيكتب فيه اوله اتش تي تي بي اه اي مواقع النهاردة عشان المتصفح او انا وانت وحضرتك تتأكد ان الموقع ده مؤمن كلمة اتش تي تي بي اللي واحدها ما تنفعش لازم تيبقى فيها اتش تي تي بي اس ادي اول حاجة اس دي يعني سيكيوريتي سيكيورد دكتور نزار ما تك شايف يعني منطقية هذا الامر بالنسبة لجموع اللي عايزين يشتروا المقبلين على الشراء اللي بيحلموا بالجايزة بتاعة الحلم بتاع ابو مليون ونص والعربية ايه ده ناس عايشة في الوهم يعني مش ممكن يكون ده المعيار لكن انا مثلا كنت متصونا حياتك تقول لي ان هو يقارن لان المقارنة كانت احد وسائل التمقنينة في الشراء لما بتكون شايف المحل ده بيبيع الاميز ده بكذا ونفس الاميز بنفس المركة بيتبيعها في المحل ده بكذا فالمقارنة بتجيبنا تاكوز لكن اكيد دي مسألة متخصصة جدا نا هقوله حركيا هناخدها مراحل لو انا قعد وزي ما التابلت وحرك ماس كده وبتقلب فيه وتتفرج بص على العنوان اللي فوق في الاول طيب مش عايز تبص على العنوان اللي فوق في الاول وهتقعد تقرأ وبتاع بص على فيه رمز زي علامة الافل كده الافل بيبقى مقفول ده معناه ان الموقع ده مؤمن طيب دي هتفيدني في ايه ان لو حصلت ان انا حطيت اي بيانات شخصية مثلا يقولك اعمل حساب دلوقتي عندنا وفعل حسابك وحط الايميل ادرس بتاعك طبعا ان انا بحط الايميل بتاعي ده جزء ان هو مو كتب هذه المواقع بياناتي الشخصية تتاجر بيها ده اول جزء الجزء التاني اللي بعد كده يعني حياتك عايز ان انا ادخل اشوف مثلا الحاجة دي تمانها كام شكلها ايه واتوقف عند مرحلة طلب اي بيانات شخصية واخرج اقارن اشوف المواقع العالمية طالما الشركات العالمية تقدر بتديني وبتبعث لي حاجة لغاية البيت نظبوط يبقى انا الجزء التاني بقى عشان تتأكد ان انت واحد احد قالك اه لا ده موقع جميل انا جربته او ساعاته بيطلع على الفيسبوك اعلانات بتبقى ممولة اي حد ممكن يعملها تمام وبيكتذب بيها فئة معينة من الناس اللي هي زي ما حالك تقول بقى اللي عايز يكسب كسب السريع اللي عايز ياخد اعلى نسبة من التخفيضات كل منتج حضرتك حد بيشتريه لمصنع زي ما حالك تفضلت قلت يدخل على اسم المصنع بتاعه تمام ويبتدي يقارن الناس دي عاملة زي يدخل على المتاجر الالكترونية يعني عادة المصنع بيبقى له مصوق بالزبط او بيبقى له وكيل بيبقى بالزبط فيبتدي يكتب ان انا مثلا عايز ازور بيشتري مثلا لبس معين او مثلا اجهزة إلكترونية معينة ادخل على الموقع الاصلي بتاعها شوف الدنيا عندك عاملة زي شوف فرق الاسعار هتبقى اخبارها ايه وبالتالي اذا كان الموقع الرئيسي بتاعها بمبلغ استحالة دي بقى دي بقى لها تخفيض خمسين او ستين في المية في حاجة غلط في حاجة مش مصبوطة في البيان ده اسمحي اسأل حضرتك عن دراسة حديثة عملتها مؤسسة ماستر كارد وقالت انه طبعا مؤسسة عالمية للمدفوعات الالكترونية كارت اسمه كده قالت ان الانفاق الاستهلاكي ما يقرب من 3 تربع المستهلكين المصريين يعني حوالي 72-73% مثلا بيتسوقوا عبر الانترنت منذ ظهور جائحة كورونا هل حضرتك شايف ان الرقم ده منطقي طبعا ما فيش شك ان الواحد هو قاعد في البيت اكيد مش حينزل وحيقارن ويتفسح ويروح زي ما قلنا يعني دي اكيد حتبقى في مصلحة الشركات الالكترونية هو يمكن دي من احد مكتسبات كورونا ان باقة الناس النهاردة عندها تقبل لاستخدام التكنولوجي اكتر من زي قبل وبالتالي النهاردة وجود التطبيقات الموبايل وبالتالي وجود النهاردة الحوافز اللي حطاها ووجود الناس في البيت وجود الناس في البيت بالزبط وان انت هاردة بقى عندك محفظة الالكترونية البنوك النهاردة سهلت الناس كتير جدا فمنطقي جدا الرقم ده رقم يعني طبيعي خالص ما فيوش اي مبالغة بالعكس وده رقم بيحفز النهاردة الناس التحول الى المنظومة الرقمية احنا متتكلم النهاردة على التحول برامج التحول الرقمي المختلفة بس حدك تقصد المحفظة الالكترونية بمعنى ان انت تتفعله عبر كرت المحفظة الالكترونية بيبقى انا مثلا عندي حساب بنكي ما عنديش حساب في البنك ممكن تروح في البريد البسطة تمام وبيديلك تطبيق على الموبايل في مجموعة من الخدمات حالك ممكن تحصل عليها فيها اعمال دفع اعمال شراء اه يعني تحوله من حسابك في البنك مثلا او في البريد بالضبط ودي مؤمنة دي بقى دي بقى ميزة ايه ان كل التطبيقات من هذا القبيل كلها تطبيقات مؤمنة اللي انها طالعة من بنوك ايوة دي مؤمنة لكن لكن انت هتبقى يعني ما شفتش عارف حدرتك زمان لما كان يحصل حاجة وبعدين يروح المجني عليه ده يروح المكان او المجني عليها ويسأل على اللي شافهم والناس والمكان واليفطة فيقولوا لها ده كانوا بيصوروا فيلم يعني هل من الممكن من السهل جدا ان تختفي هذه الصفحة الالكترونية اللي انا حولت لها فلوس يعني بالكتير انا يعني وصلت لمنطقة انا كبناء قدم يعني وصلت لمنطقة ان حد يجيب لي حاجة غادة البيت واللي ممنوع تفتحها اقفل باب وافتحها وتأكد ان دي الحاجة اللي انا عايزها واشغالها المطور شغال مش شغال مفرامة كبة خلاط وبعدين اديه الفلوس بايدي بزرح اجي مسألة التحويل بالرقم يعني انا حوله من حساب في البنك وامكانية انه هو يخترق هذا التحويل وامكانية انه يبقى هو مش موجود اصلا ايه مدى خطورة هذا الاب خلينا نقول انه الناس اللي بتشتغل فيه عمليات الاحتيال والشراء على الانترنت يقف تصابق مع الزمن مين بيغلب ومين يبقى اشتغل ومين هيتعلم امدى بالزبط لغات لما الناس تتعلم فهو عايز يثبت احد الحاجات يعني الدوافع انت ليه بتعمل حاجات كده الاحتيالات وكده هو عايز يوري انه هو عنده المقدرة على جذب هذه الفئة من الناس طيب فيبتدي النهاردة الشخص اللي بتقول لو انا عايز اشتري حاجة من على الانترنت نيجي لحت مرحلة الدفع النهاردة الشركات العالمية او المشهورة تمام اللي لها انظمة مختلفة في الدفع اه يعني فيه ناس بتدفع بتحويل البنكي هنا بقى جمال جزء كويس جدا ان هو لو بيستخدم بطاقة الاقتمان البنوك نفسها بيبقى عندها زي بلاكليست اه فبيبقى بالتالي ممكن البنكي كبيرا ما يحولش فلوس لهذه المواقع ممكن يعني لو ما كانش الراجل تنبه انه هو في البلاكليست فعمل صفحة جديدة لسه ما تعرفتش لسه ما تعرفتش كويس فدي واحدة الطريقة التانية انه هو ممكن اتدفع عند الاستلام اه فبالتالي دي بتبقى اكتر حاجة لو انت قال الان اه لانه برضو خلي براحك من حاجة احنا بنتكلم على ان انا فلوسي بتضيع انما انتما اتكلمناش انه المنتج اصلا لحرارك شايفه صورته مطابق ولا لا مطابق الخامة كويسة جزا حجمه اصلا شكله عامل زي ففيه شوية مخاوف النهار ممكن اصور الحاجة بطريقة تخفي عيوبها تغير حجمها بالمقارنة للحجم الطبيعي في الحياة حجم الطبيعي صغير عن اللي انت قال فبالتالي بننصح لازم تشتري من المواقع المعروفة المشهورة الخاصة بالامنة الامنة لان دي كمان كلها بيبقى عندها سياسة للتعامل مع المشهورة المشهورة وممكن ترجع وممكن تستبدل يعني بيبقى كأنها محل عنده سياسة للاسترجاع لاسترجاع الاموال انك انت البضاعة الانتجابة دي عايز ترجعها مش عقباك بيبقى فيه فريق دعم فني عنده مخازن عنده مخازن يعني عنده مقرات سبتة تقدر تعتمد عليها مش بتتعامل مع الهواء عنده رقم تليفون تعرف تتصل به بكل سنتر فبالتالي فيه اكتر من وسيلة عشان انت تتأكد ان الفعلا دول ما هماش مجموعة بتقوم على النصب والاحتيال طبعا ساعد في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي ان شوية ناس بيعملوا جروب على هذه المواقع ويبتدوا يقولوا بقى ده احنا بنقدم خدمات يا اما بنعمل صيانة يا اما بنصلح يا اما بنعمل الكمبيوترز او بنبيع مثلا هدوم او بنشتري المستعمل او بنشتري المستعمل ال اوپن دي ال اوپن دي اه ها خلينا فجأة ال اوپن دي ده بقى لفو خمس ست سنين اه فكل الحاجات دي نهارده نقرأ عليها الريفيو بتاع الناس كتبت ايه ما هو الصفحة دي عليها كام واحد كام زائر اللي هو هي على مواقع التواصل الاجتماعي تمام اه وبالتالي دي بتتزود لنا ثقة واحنا ايه بنشتري طب الريفيو ده مش ممكن صاحب الصفحة يتحكم فيه يعني يجزيل مثلا الكممنتس اللي هي ضده بحيث يخلي بس كل الكلام اللي بيقول ان المكان ده رائع والصفحة دي هايلة واشتريت منها كزا وامبسطت منها ودخر اصحابه يكتبه الكلام ده اه هو طبعا ده دي وجهة نظر مقدرة جدا انما الشخص بيتابع لازم يشوف التواريخ بتاعت الايه التحديثات يعني الناس دي بتشتري منه كل قد ايه كل يوم بتشتري منه كل الناس قالت انه كل حاجة بيس خلينا انتفق على حاجة مفيش حد دايما عنده مية في المية درجة من الكفاءة اتليست فيه واحد حيطلع مش عاجبه حاجة وخبال الحلائك ازاي فلونا كتبت ان كله كويس يبقى دي برضو حاجة تقلق يعني يعني مفيش ولا واحد اشتري منه يعني زعلان اتأخرت علي سيدي كتغلق شوية كتلمقاس مش مظبوط فدي برضو من العمليات اللي هي ايه بتقلق الواحد ان هو ممكن لا الموقع ده مش موقع يعني هي مسؤولية كاملة للمواطن اللي بيشتري بالزبط مسؤولية كاملة دلوقتي بقى فيه عندنا منافس زي جهاز حماية المستهلك وغيرها حضراتك لو انت شكيت في اي حاجة يمكن شوفنا احنا بمناسبة الجمعة البيضة وكده رسائل جت على الاسم اسم لو انتوا شكيتوا في اي حاجة ابتدوا ابتدوا وبعتولنا وكلمولنا فبالتالي النهاردة بقى فيه قناة او اسلوب النهاردة لو انت شاكك في حاجة بس الجمعة البيضة حضرتك هتشتري من محل ولا الجمعة البيضة الكترونيا برضو ايكم ماس احنا بتشوف دلوقتي الاعلانات انك انت مش محتاج انتك بتنزل الابليكيشن او بتطلب اونلاين والحاجة بتجيلك هي خلاص هي في الاخر خلاص الناس لا في كاكة لنا منها بالزلط احنا بنتكلم على حاجة اسمها بيزنس موضل بريك ان مورتر اللي هو بدخل محل وبتفرج زي ما قلت كده وبقيس وبدخل قط اللبس وكده دلوقتي ما فيش اسمه كليك ان مورتر انت بتختار الصورة والصورة بتجيلك كنت وبختك تمام فكل الحاجات دي النهاردة بقى ليها جزء تنظيم لا انا قصد اقول يعني انا ممكن ابلغ عن حماية ابلغ جهاز حماية المستهلك عن صفحة عن صفحة فيها مشكلة اه مش مكان بس مش بس مكان يعني حتى لو شفت حركة على الفيسبوك او حاجة في حاجة حضرتك شاكك فيها بتبلغ على طول الجهات المعنية وابتدي هم ياخدوا معهم الاجراءات الخاصة بذلك الاجهزة الالكترونية الملابس الرعاية الصحية البقالة دي حاجات في مصر بتسجل اعلى زيادة في نشاط التسوق عبر الانترنت يعني هل ده لانه الاحتياج منها كتير وهل في سلع اخرى مرشحة للانضمام وهل ده بيحصل عالميا ولا احنا مختلفين عن بقية كويس فيه واحدة كده اسمه ابراهام مازلو عمل حاجة كده اسمه مازلو بيرامد زفنية الهرم بتاع الاحتياجات الهرم الاحتياجات فأول تلاتة ليرز لو حرك يعني نرجحه مع بعض كده الاحتياجات الفيسيولوجية احتياجات الامن والامان والسنس او بيلونجنج او الانتماء الانتماء تمام دول أول تلاتة احتياجات أساسية فلو حرك بصينا على الهرم تذكرته الناس محتاجة تأكل تشرب تتعالج كويس فبالتالي الأكل والشرب واللبس دي اللي احتياجة اللي احتياجة نمرة واحدة مستوى الاول في الهرم مستوى الاول في الهرم الاحتياج التاني هو ان انا الامان اللي هو بتعالج ان انا النهاردة لو حصلت حصل لي اي حاجة عايزة اجيب دواء الناس كلها بتبقى الآن بقى برضو دكتوري جيلي في نص الليل فيه applications كتير دلوقت فبالتالي فايه اللي حصل ابتدت ابني هذه الطبقة تمام وبالتالي كل ما هو يمس الاحتياجات الضرورية للمستخدم سيتم ظهوره على الساحة احنا نلاقي بعد كده التعليم بالنسبة لفئة معينة من المستخدمين او المتصلين على شبكة الانترنت طبعا التعليم مفهوش مشاكل لانه يعني طالما الدولة بتخش في اي مجال ودي برضو نقطة كويس عادتك توضحها دولة بتخش في اي مجال بترعى وبتقدم منتج يعني مش هخش باك المعرفة واقول مثلا انه في انا اتضحك علي ولا مش عايب ايه ولا انه هما بيبيعش حاجة لكن اصلا اقول امن مية في المية محتويات الدراسة اللي بتقدمها وزارة التربية والتعليم امن مية في المية فازاي الدولة هل الدولة مطلوب منها تخش في الاي كوميرس او في التجارة الالكترونية تعمل مواقع تعمل حاجة زي كده ولا تكتفي بالاشراف وتنسيق السياسات والمطالبة باخد الترخيص ودفع الدرايب في المرحلة لاحقة بزاك في حاجات زي من حلقة تفضلت وقلت عليها كده اساسية الدولة دي هدور فيها تمام لو بيجينا تتكلم على التجارة الالكترونية مش مطلوب من الدولة انها تعمل متجر الكتروني وناس تدخل وطيها وتشتري عليه انما هي لازم تبقى بتقف على مثلا اللي هي بنسميها حقوق المستخدمين تمام يبقى فيه حد للشكاوى لو حد عنده مشكلة في الشكوى وده ممثل في جهاز حماية المستهلك طبعا دي هيئة حكومية لازم ناس اكيد عارفها لو فيه قوانين وتشريعات بتنزل لو فيه احنا بنشوف دلوقتي كمان بنكلم على التكنولوجيا المالية او الفين تك بمناسبة بقى مش بنكلم بس على التسوق الإلكتروني النهاردة بفيه ناس بتعمل الجمعيات الافتراضية الجمعية بتاعت زمان حراك بنحط كل أسبوع عشرة جنيه جمعية بقت تطبيقات على المحمول دلوقتي موجود جمعية اللي هي اللي بيعملوها بتاعت سلمي على ماما وقولي لها فين الجمعية ايه يعني جمعية بقى وبيعملوها بالانترنت طبعا موقع بقى عداد كبيرة بقى فيه أكتر من أبليكيشن النهاردة موجود أو مرس وشباب مصارين زي الورد عاملين هذه التطبيقات طبعا دي بقى مين اللي بيحميها معظمنا أنا معرفكش يعني إحنا إنت في الآخر بتيجي تقولي انت هتاخد دور السابع وانا بقول كلنا عايزين نقبض لأول واخبار العراكي إزاي نقبض ونجري بالذات فأنت بتبقى جاي عشان انت عارف فلان اللي عامل الجمعية صحية وعارف بقى بتقوله طب ومين داخل معي في الجمعية فبتشوف الأسامي تبقى بقى انت عارف داخل في منظومة افتراضية حضرك متعرفش مين اللي داخل فيها فدي النهاردة مؤمنة بالكامل 100% عن طريق اللواح والقوانين والتشريعات بتاعة البنك المركزي اللي محطوطة فيه بالنسبة للتكنولوجيا المالية على سبيل المثال هل في علامة معينة المفروض يحطها صاحب هذه الصفحة يقول انه حاصل على الشهادة الفلانية مثلا للتأمين من البنك ما بيقدرش يحط الابليكيشن بتاعه على الاب ستور والناس تنزلوا غير لما بيبقى عدى في اختبارات تأمين وسيكيوريتي وسرية البيانات من البنك المركزي عدى في اختبارات فترة تجهيز مع البنوك المصريح لازم يبقى فيه بنك كمان بتشتغل معاه والبنك بيقر ان السيستم ده مظبوط اما انت هتحول الفلوس ازاي مش بقوله كل مرة كل جارة تقعد تحول له من الكريدت كارد مثلا تمام فهي فيه مجموعة من الخطوات تتدرج من السهولة للصعوبة ما بيعديش ما بيعديش غير اللي فعلا التطبيق اللي هو مؤمن بالكامل مصدر ثقة تأمين يا فندم اللي بيضمن سلامة هذا التأمين يعني الابليكيشن على الاب ستور او على البلاي ستور جاية من بره مش جاية من هنا الاب ستور ده مش مصري كويس هم نتكلم على التطبيقات اللي طالع من مصر اه او تطبيقات عايزة تشتغل في المنظومة المصرية احنا هنعرف منين ما هم دلوقتي بيعملوا حسابات ويقول لك انا فلان وانا متطهد وانا بتاع ويطلع لهو فلان ولا هو عايش معانا ولا هو من هذه الفئة اللي بيتحدث عنها اصلا بس اللي بيعمل يعني ده ممكن يبقى صفحة على الفيسبوك او يعمل واب سايت اه دي برضو خطوة كويسة هو بيعمل الاب أصلا وعشان يحط الابليكيشن على الاب ستور سواء كان لاندرويد او لآي او اس بتوع اب ستور نفسهم كمان بيعملوا شوية تاست عليه وشوية فاليديشن عليه يعني مش مجرد انا برفع بحاس يعني مش مجرد اي حد عايز يعمل الابليكيشن يعني اذا ان الحذر يكون اكتر من مجرد حد بيكتب اي حاجة على صفحة بالزبت لكن الابليكيشن ببقى بنسبة كبيرة الابليكيشن بنسبة كبيرة بتبقى افضل بكتير في التعمل طب عايز اسأل حضرتك اخيرا عن صفقات او خصومات الطرف التالت ده مصطلح موجود في التجارة الالكترونية واحنا مش فاهمين واريت نوضحه السادة المشاهدين اللي هو احنا بنتكلم على واحد بيروح منحطي لك يقول لك اشتري كوبون تاخد به خصومات كويس فانت بتروح بتديني بقى لك الكوبون ده مثلا بمبلغ معين الف جنيه وحيتحلق خصومات من الجهات الفلانية ده 20% ده 30% واسماء المحلات ده فيه كانوا بيبعثوا كراسة كده بالمحلات زمان كان فيه كارت ماجنت زي بطاقة الاقتمان وكان بيجي معكا تالوج وبيقول لك الناس محلات زي بالوقت يا حضراك لو لقيت ان انت ده اعلان محطوط على المواقع التواصل الاجتماعي بيقول لك لو انت اخذت اضغط هنا لتحصل على خصم قد كده اي اهو دول جزء من الناس اللي نسميهم التصايد الاحتيالي ان هو بيحاول يدخل ياخد منك ياخد منك فلوس نظير ان انت بتاخده الفاوتشر ده او الكوبونات وبالتالي حضراك بيبقى وقعت الشخص ده وقع في فخ ان هو مش ممكن تحوله فلوس ويطلع كل ده مش بارد مفيش اسس ولا فاوتشر زمان كنا بنلاقي الكارت اللي حضرتك قلت عليه ده موجود مثيله على البوابة الزجاجية بتاعت المحل فمتداخل عارف ان ده بيشتغل في الهتة دي او ده ما بقاش بقى كلام ده موجود دلوقتي تمام فبالتالي اعمل انا ايه بقى في الحالة ازاي كده طيب انا عايز اشتري منتج معين المنتج ده لي براند اروح رايح على الشركة المصنعة اشوف هل فعلا بيتيحوا ان انت لو حاصل على الكوبونات دي ولا لا لانه اي حد بيشتري من اتأكد انه الكوبونات موجود وكده ممكن ابعتلهم واسألهم هل فعلا دول ده مخاصة لاندوك ولا لا وده ان الموضوع مش مش مريح اوي للمستهلك بقدر ما هو بيدعون يكون متعلم ويكون حذر ويكون بيعرف ازاي يكشف العيب التجارة الالكترونية هو سباق مين فيه اللي يكسب اسرع هو اللي بيعرف يبقى عنده الوعي هي قصة كلها قصة وعي مش اكتر ولا اقل ما هيش صعبة اوي زي ما احنا يعني متخيلينها انما ممكن حد ما ياخدش باله يقع يقع بزبط يلاقي اعلان مبروك كسبت مش عارف كده يعني اي حد بيبعث لك حاجة اللي هو يعرفك ويقولك انت كسبت معانا رحلة مش عارفين او كسبت معانا بس محتاجينك تدخل هنا هو يعرفني من ايه بالزبط بالزبط زي الفيك ايميلز اللي كان بتيجي فترة انا في مكان مش معايش مش عارف ايه ابقى تحول لي الف دولار بللي بالزبط احولك بقى بس طبعا كلامنا ده احنا اخترنا النقطة الحساسة عشان حياتك تنورنا فيها لكن ده ما ينفيش انه كتير جدا بيطلبوا بضاعة من برا كمان ومن جو مصر وبتجي لهم مظبوطة وسليمة ومبسوطين بيها وحاسين انت منها كويس يعني فيه اجزاء كتير نجاح بالزبط هي طبعا احنا بنحذر بس من الحاجات البسيطة دي انما التجارة الالكترونية حجمها بيزيد جدا في العالم وحدزيد في الفترة اللي جاية اكتر التطبيقات المختلفة المجالات اللوجستيات من المجالات اللي بيتزيد عندنا النهاردة بينا بنتكلم على الريل استيت او بنتكلم على العقارات النهاردة اونلاين بشكل مختلف حرج بتقدر تتسوق يعني انت كنت بتنزل تشتري شقة وتأجر شقة ومش بس كده كمان حرج بتعمل ان ادخل اتفرج على الشقة بالثري دي موضل النموذج السلاسي الابعاد بتاعها فالاستخدام التكنولوجيا النهاردة ليه مميزات كتيرة جدا الاطباء بيقولوا ايه على واحد اللواء بيكتب له دواء بيقولك لو الدواء ده مالوش سايد افكت دواء ده لو مالوش عليك لو مسكت الروجيت بتاعت اي دواء وتقرى الاثار الجانبية استحالة تاخد الدواء لو مالوش اثار جانبية دكتور نزار سامي استشاري لابتكار تكنولوجيا المعلومات نورتنا الف شكرا يا فندم شكرا جزيلا بشكركم مشاهدين بكرا ان شاء الله حلقة جديدة في مساء الحلقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة